111. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون 122. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة تحيتهم فيها سلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو وأصلي وأسلم على صاحب الرسالة الخاتمة الذي بعثه ربه بالهدى ودين الحق محمد صلوات ربي وسلامه عليه وبعد أعزائي المشاهدين والمشاهدات شاهدنا معكم في الحلقة الماضية كيف أن أخوة يوسف حاولوا مع أبيهم أن يأخذوا بن يامين لكن يعقوب عليه السلام قال لهم كيف أمنكم على بن يامين وقد أمنتكم على يوسف من قبل قالوا سوف نحفظ قال لهم قلت لي يكون له من الناصحين وله من الحافظين لكن ما حافظت على يوسف لكنه لانا صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر ووافق فقال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين يعني أنه سيوافق لكن سوف يتوكل على الله سبحانه وتعالى فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين نواصل معكم أحداث قصة يوسف ووصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير ثم إنهم لما فتحوا المتاع طبعا أول ما وصلوا على طرحوا حق الأبو علشان يقولون له أن نحن لازم نأخذ بنيامين يوم صار أخذوا رد بعدين راحوا وفتحوا البضاعة أو فتحوا رحالهم فلما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم ولما فتحوا يوسف المتاع أغراضهم الذي حملوه من مصر وجدوا بضاعتهم قد ردت إليهم وأنه أراد أن يملكهم يوسف أن يملكهم إياها يملكهم هذه البضاعة والتي هي ثمن الطعام فقالوا لأبيهم ترغيبا في إرسال أخيهم معهم قالوا يا أبانا ما نبغي إيش معنات ما نبغي أي شيء نطلب بعد هذا الإكرام الجميل ما نبغي يعني اش نبي بعد خلاص كل شيء عندنا الحمد لله ما نبغي يعني ما نبغي شيء بعد حيث وفّ لنا الكيل ورد علينا البضاعة على الوجه الحسن المتضمن للإخلاص ومكارم الإخلاق وهي التي كان أمر يوسف فتيانه بوضعها في رحالهم فلما وجدوها في متاعهم قالوا هذه بضاعتنا ردت إلينا كما قال قتاده ما نبغي وراء هذا شيء إن بضاعتنا ردت إلينا وقد وفّ لنا الكيل هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا أي إذا ذهبنا بأخينا صار سببا لكيله لنا ونمير أهلنا وأتينا لهم بما هم مضطرون إليه من القوت والأكل ونحفظ أخانا بإرساله معنا ونزداد كيل بعير ذلك أن يوسف عليه السلام كان يعطي كل رجل كما قلنا حمل بعير للرجل الواحد كل عام ثم ختموا وقالوا ذلك كيل يسير أي سهل لا ينالك منه ضرر لأن المدة لن تطول والمصلحة قد تبينت ذلك كيل يسير وهذا من تمام الكلام وتحسين الكلام أي إن هذا يسير في مقابلة أخينا وما يعدل هذا قال يعقوب قال لن أرسله معكم لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما أتوه فلما أتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل قال يعقوب لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله أي تحلفون بالعهود والمواثيق لتأتنني به تيبونه إلا أن يحاط بكم إلا أن تغلبوا وكلكم ولا تقدرون على تخليصه لأن ياكم جيش ما تقدرون أنا عذركم فلما أتوه موثقهم أكده عليهم فقال الله على ما نقول وكيل الإنسان إذا رأى أنه محتاج لفعل أمر لكن في نسبة مخاطرة مع شخص آخر لأن فيه شيء من عدم ثقة فإن أخذ الموثق من الله مهم أن يقول له عاهدني بالله العظيم أن تفعل كذا ولا تفعل كذا هذا مما يقل النسبة المخاطرة لذلك يعقوب قال لهم لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله الموثق هو الميثاق مثل أن يحلفون له بالله العظيم أنهم يردون أخاهم ويرجعون الحق أبوه لتؤتنني به إلا أن يحاط بكم الإنسان إذا غلب على أمره فهو معذور وهذا من فقه يعقوب عليه السلام حينما قال إلا أن يحاط بكم إلا إذا أوهكم ناس ما قدرت عليهم يأوهكم مثل جيش ولا شيء إلا أن يحاط بكم فهو صح يطلب منهم أن يردوا أخاهم لكن فيما يقدرون عليه لكن إذا غلبوا ولم يستطيعوا أبدا فهم معذرون عذرهم قال إذا ما تقدرون أنتم معذورين لا يكلف الله نفسا إلا وسأها قال الله قال الله على ما نقول وكيل اعلان التوكل على الله بعد إبرام العقود مما يزيدها بركة وخير وتذكيرا للطرفين بما تعاقد عليه فماذا قال يعقوب قال الله على ما نقول وكيل توكلنا على الله إذن الإنسان إذا أراد أن يبرم عقدا مهما من العقود فإنه يبين التوكل على الله ليكون هذا واضح بين الطرفين إذا أبرمت إذا أبرمت أنت عقدا أو اتفاق فقل والله على ما نقول وكيل فكل منهم يعظ نفسه بالله أن الله رقيب مطلع يشاهد ويشهد على هذا العقد وعلى الاتفاق وعلى هذا الميثاق قال إسحاق وإنما فعل ذلك يعقوب لأنه لم يجد بدا من بعثهم لأجل الميرة والطعام التي لا غناء عنها فبعثه معهم وقال يا ابني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون هنا يعقوب أخذ بالأسباب أخذ أسباب الوقاية من العين والأخذ بالأسباب من العين أمر مشروع ولكن دون وسوسة بعض الناس يوسوس كل شيء يصير له هذه عين هذه أكيد عين ما صلت على النبي من يصير الشيء له ولا يصير له ولا حق عيال أكيد هذه عين ما صلت على النبي لا صحيح هناك عين صحيح لذلك يعقوب قال لأبنائه وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة أولاد يعقوب كان فيهم جمال وهم عدد عشرة وحدعش وذكور وإذا صار الواحد عنده ذكور وعدد وفيهم جمال هذه مجلبة للعين ولذلك يكون عدم ظهورهم كلهم معا في مكان واحد أفضل لذلك خاف عليهم من العين فقال لهم لا تدخلوا من باب واحد كلكم تشون باب واحد بل من أبواب متفرقة هكذا أحبتي في الله وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من قصة يوسف عليه السلام شاهدنا وإياكم كيف أن نبي الله يعقوب خاف على بن يامين لكنه في آخر الأمر توكل على الله توكل على الله وقال لهم اخذوا بن يامين ثم نصحهم بأن لا يدخلوا من باب واحد خوفا على العيال من العين وهذا أمر طيب أن الإنسان يخاف على عياله من العين يحصنهم من العين هذا وصل الله مبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر